يعضيكم العافية زميلات وزملاء هذا الفيديو التالت من المتعلق بتركيب الجملة وروابط الجمل واللي هو حديث حقيقة عن الأخطاء الشائعة في كتابة الرسائل أو النصوص القناة اسمه Deutsch ist einst chance والفيديوهات الموجودة على القناة هي هاي الفيديوهات ومرتبة حسب ملفات كان سؤالنا هو varum وقالنا منجاوب عليه bevile, be then, be this help طبعا ممكن نطرح السؤال بأكثر من كلمة غير varum بالفيديو الأول تحدثنا عن أنواع الجمل وحكينا عن موقع الفعل وهذا الأهم وهذا أهم الأخطاء اللي بنوقع فيها الفعل في جملة القول بالموقع الثاني وبجملة السؤال والأمر بالموقع الأول وحكينا عن علاقة الجملة الفرعية بالجملة الرئيسية وبالفيديو الثاني حكينا عن روابط الجمل وعملنا مقارنة سريعة بين الروابط الثلاثة اللي بنحكي عنا اليوم الرابط الأول هو الدين يربط بين جملتين رئيسيتين والمعنى لأن جملتين رئيسيتين والرابط من الوسط ورح يبقى هذا الرابط مفصول ورح نشوف شو معناه بعد شوي وفي عندي فاصلة هون إذن يربط جملتين رئيسيتين لما نقول جملتين رئيسيتين يعني الفعل هون في الموقع الثاني نحن عم نحكي عن جملة قول ما عم نحكي لا عن جملة سؤال ولا عن جملة أمر لما بدي أجي أربط هالجملتين مع بعض رح يصير المعنى أدق عند الربط ورح يظهر معنى الرابط في الجملة هو يذهب للطبيب لأنه يكون مريض إذن لأن لو أجينا نحلل هالجملة هاي أنا عندي هاي الجملة الأولى طبيعي جملة رئيسية للفعل بالموقع الثاني لازم تكون هاي جملة رئيسية أنا شايفة ما هي بالموقع الأول يعني هي مانها جملة لا سؤال ولا جملة أمر مفترض تكون بالموقع الثاني لكن إذا عديتنا تطلع رقم ثلاثة وبيطلع هذا رقم اثنين الفاعل إذن المنطقي أن هذا الرابط موقعه صفر هاي فائدة أنه نتعرف على تركيب الجمل وعلى قتابه بعضا إذن الفعل في الموقع الثاني الفاعل في الموقع الأول والرابط في الموقع صفر لأنه أنا المعروف عندي بجملة القول بجملة رئيسية الفاعل إما بالأول أو بالثالث طيب هذا ما ظهر بالثالث والفعل إما بالأول أو بالثاني ما بيكون ثالث لذلك هيك بتصير مناقشة ترتيب الكلمات في الجملة إذن الرابط في الموقع صفر إذن رابط جملتين رئيسيتين لو أخذنا هاي الجملة الرئيسية الثانية منشوف الرابط ظل مفصول تركناه مفصول وهون تركناه مفصول اللي بهمني أحفظه أنه جملة طبيعية فاعل وفعل مصرف فقط بالتالي الرابط موقع صفر والفاعل موقع أول والفاعل موقع اثنين دين إي إست ومكملات الجملة هذا اللي لازم أحفظه الأشياء الصفرة هي اللي لازم أركز عليها وبالفيديو هات الألوان كلها رح نستخدمها بنفس الألوان للكل دين يعني الروابط باللون البنفسجي والفاعل الفاعل باللون الأزرق والفاعل باللون الأحمر هدول الأساسيات ومكان الروابط هذا المربى رح يكون باللون الأصفر واللي لازم نركز عليه إذن جملة رئيسية إيجا الرابط وجملة رئيسية تاني ذكرنا بفيديو سابق أنه جملتين رئيسيتين هدول لهم نفس المستوى نفس الرتبة بالتالي لهم تأثير على صفات وخواص الروابط هون ما رح يحصل أي تغيير نحن عم نقول مفصول ما رح يأثر أي شيء على ترتيب الكلمات في الجملة الرئيسية التاني عند الربط تالي موقعه صفر هو لكن هذا الرابط في عدد من الروابط تشبهه بالعمل أبا زندان أودا وهدول الروابط كل واحدة منهم إلا معنى خاص ويفيدوني في اختصار الجمال وفي أناقة الجملة عند الربط وهنا مهمين الحقيقة لكن عددهم قليل في اللغة مثلا أنا بكون بالامتحان بفحص البي آينز بدي أعرف عن نفسي بقول إش هايسة فلان أوند كومة آوس زورين ما قلت أوند إش كومة قواعدية صحيحة لكن لما عندي الرابط أوند وعندي الفاعل مشترك نحزف الفاعل بالجملة التانية وطبعا إذا كان الفاعل والفعل مشتركين منحزف الفاعل والفعل لكن هون عم نعرض إطار عام لكل الروابط فيه طبعا روابط أخرى مثل دوخ ونيملج لكن هاي لها قواعد خاصة ما رح ندخل بالتفاصيل المتعلقة فيهم لكن هدول الروابط عددهم قليل دين لها استخدام آخر لما تطرح سؤال بتقول بس ما خصدو لحالة يعني سؤال هيك حد شوي بس ما خصدو الدين خففت حدة السؤال فقط إذا هذا الفارق بين دينها ودين اللي هي رابط جملة طبعا ما دائما في فاصلة بروابط الجمل الصفرية هاي الروابط اللي عم نحكي عنا بيوندو أودا مثلا ما بنستخدم فاصلة أمثلة إش ليرن دويتش إش فيل إن دويتش لندش توديرن بدي أعمل ربط بيناتو نحن قلنا جملتين رئيسيات هاي بتنزل محلة وهاي بتنزل محلة مثل ما هي قلنا ما رح تعمل تغيير على ترتيب الكلمات دين أخذت الموقع صفر ولا تغيير على ترتيب الكلمات في الجملة التانية إش مشتش بانيش ليرن يعني أنا بشتغل الصباح بدي ألحق الكورس بعد الظهر بزوخن يداوم في كورس يزور كورس دين لا يمكن التبديل في هاي الجملة يعني ما بحسن أنا أخذ هالجملة هاي هيك كلها وحطها بالموقع الأول وأخذ هاي الجملة للطرف الثاني ما بحسن بجملة دين الشي اللي نحفظه ونتدرب عليه بجملة وصل دين دين إيش فيل يعني جملة الربط هاي اللي مربط فيه عن طريق دين رابط فاعل فعل جملة رئيسية عادية ترتيب جملة رئيسية عادية الرابط الثاني هو فيل نفس المعنى لأنه لكن بيعمل لي جملة جانبية فورا بس دخل فيل غير بعد الفاعل للأخير إذن كمان هو يعرض لي سبب مثل ما هونيك يعرض لي سبب لكن هو بيربط جملة رئيسية بجملة جانبية لمجرد دخول فيل كرابط كونيونكسيون صار عندي جملة جانبية لكن هاي الجملة الجانبية شايفينها صارت قطعة وحدة غير الحالة السابقة الحالة السابقة قلنا تركنا فاصل هون بمجرد دخول الرابط عمل لي تغيير بترتيب الكلمات الفاعل بقي جنبها والفعل راح للأخير لذلك هون بهذا النوع من الروابط ما كتير بيهمنا نعرف موقع الرابط ليه؟ لأن عادة بيهمنا موقع الرابط لنشوف أثره المباشر ما في أثر مباشر والأثر المباشر ويني بيظهر؟ على الفاعل والفعل عادة لكن هون الفعل راح لبعيد لكن هو بالموقع الأول اللي بيهمنا نحن بهذه الروابط أنه نتذكر دائما أنه الفاعل مع الرابط على طول والفعل بيروح للآخر إذن معلومتين مهمين بروابط الجمل الجانبية الرابط مع الفاعل والفعل بيروح للآخر هدو الجملتين الرئيسيتين ربطنا بيناتهم برابط While While Er Krank Ist إذن راح الفعل للأخير والرابط مع الفاعل بيو هون هيني بنزات بيهمنا منها الكونيونكسيون بلوس زوبيكت والفاعل صار بالآخير بنهاية الجملة إذن هدول اللي أحاسب عليهم ودول اللي أحياناً نحصل بيكون مضطرب بالفحص بيكون ممركز القاعدة بيحصل في يون خطأ إذن نفس المثال Vi Er Krank Ist اللي معلم بالأصفر هو اللي لازم أتدرب أطبعه بزهني عادة مننسى الفاعل ونحن عم نكتبه وفايل لما دخلت دفعت الفعل للموقع الأخير مثل ما قالنا هون يعني لو قلنا هاي واحد قلنا هاي اتنين شوف هدني الفعل بعيد الخلاصة المتعلقة بفايل عملت لي جملة جانبية لابد من فاصلة بكل الجملة الجانبية بدنا فاصلة إذن هاوب ذاتس ونيبن ذاتس اللي بدي أحفظه هو هدول والفعل راح للأخير إذن معلومتين مثل ما قالنا الجملة الجانبية لا تتواجد لوحدها وما لها معنى لوحدها لكن لما تربط بالجملة الرئيسية بيصير لها معنى وهي تضيف معلومة أو معلومات للجملة الرئيسية ويفصلها عنها فاصلة لو أخذنا هاي الجملة كله برمتها هيك وحللناها اللي بيهمنا منها رابط فاعل ومتممات هون والفعل مصرف حسب الفاعل في نهاية الجملة إذن تربط جملة رئيسية بجملة جانبية هونيك شفنا بالمثال أول جملتين رئيسيتين هذا الرابط في عديد منهم نتعلمون نحن بالبيعينز وبعدين بيجي بالبيتس في لذلك بيحصل خربطة لأنه نكتار لكن من ضمنهم اللي بنتدرب عليهم نحن than, das, when, als, damit وverb, amende إذن معلومتين المهمين الأصفر هذا لازم نتدرب على أنه ينطبع بزهننا والفعل في النهاية أمثلة إذن راح الفعل المصرف للأخير أنا أتعلم الألمانية لأني أريد الدراسة في ألمانيا Ich brauche einen intensiv course weil ich nur am Wochen in der Zeit habe أنا أحتاج لكورس مكثف لأني لأني لدي وقت فقط بعطلة نهاية الأسبوع لأنه لدي وقت فقط في عطلة نهاية الأسبوع Ich möchte Spanisch lernen weil ich ein Austausch zämsther machen möchte أنا أود تعلم الأسبانية لأني أريد لأني أود تعلم عمل فصل تبادل دراسي Austauschen و zämsther فصل دراسي الطلاب بأوروبا بيعملوا تبادل فصل دراسي طالب من ألمانيا بروح مثلا لإسبانيا وطالب من إسبانيا بيجي له هون بيعملوا فصل تبادل دراسي Austausch zämsther اللي بيهمنا هون الرابط مع الفاعل والفعل هذا شفناه راح للأخير مصرف حسب هذا الفاعل Ich will وبالتالي الأفعال مصرفة في نهاية الجملة التبديل في الجملتين ممكن Er geht zum Art weil er Frank ist weil er Frank ist geht er zum Art حسنا ننقل هات جملة هاي لهون والجملة التانية تروح للطراف التانية لكن راح يطرأ تعديل هاي الجملة كلها اعتبر القواعدين ممكن تكون بالموقع الأول طيب إذا هي موقع أول وعندي نقطة هون إذن الفعل في الموقع التاني هاي الفعل بالموقع التاني لذلك غيرنا ترتيب هدول الفعل صار بالتاني والفعل بالتالت هاي الفعل بالتالت هون ومكملات الجملة لكن مو دائما بكل الجملة الجانبية ممكن هذا الشيء عند التبديل يصبح الفعلين على جانبي الفاصلة عند التبديل تقوم جملة فيل بدور الموقع الأول في الجملة مثل ما شايفين هون وفايل هي الأشهر والأكثر استخداما فيه دا وفايل دا مثل فايل ممكن أنا أحط دا بدل فايل وكمل الجملة عادي عند التبديل لكن درجة العادي منشوف أنه دا تستخدم لما نبدل بالجمل وعادة بيكون فيه سياق للحوار بين الطرفين لكن نفس المعنى وممكن نحطها هون إش ليرن دوتش فايل إش إن دوتش لندش توديرين فيل أنا أتعلم الألماني لأني أريد أن أدرس دراسة في ألمانيا إش إن دوتش لندش توديرين فيل ليرني إيش دوتش بس حطينا تا طبعا نقلنا الجملة للموقع الأول وصاروا الفعلين هون بيجي على جوار على جانبي الفاصلة هاي الفعلين على جانبي الفاصلة نيجي للرابط الثالث لذلك بيربط جملتين رئيسيتين في عندي فاصلة بهالحالة هون طبعا ممكن تكون نقطة اللي بنا نحفظه إنه كونيونكسيون صاروا جملة واحدة يعني ما عادوا مفصولين إنه هالرابط أثر على ترتيب الكلمات في الجملة عادة لما بيدخل شيء وبيأثر على الجملة بيقول الفاعل للموقع الثالث إذن الفعل بالموقع الثاني والفاعل بالموقع الثالث والرابط معناها شو بالموقع الأول هذا اللازم نحفظه مقارنة بين فيل وديس هالب إير جيت تسوم أرث إير إست كرانك إير جيت تسوم أرث فيل إير كرانك إست يعني نزلنا هاي الجملة محلة هون وهي نزلنا هون لكن مع دخول فيل راح الفعل للأخير والفاعل ظل هون هذا بالنسبة للغاية طيب لو جربنا نفس الأمر على ديس هالب هالجملة الأولى طبعا دول الجملتين نفسهم هدول أخذنا هاي لهون وديس هالب نوصلت مع الجملة الثانية إير إست كرانك ديس هالب جيت إير تسوم أرث بالجملة الأولى هو يذهب للطبيب لأنه مريض بينما هون لأنه هو مريض لذلك يذهب إلى الطبيب هاي الفارق مع التدريب لو حصل عنده مرونة وممكن يستخدم أكثر من خيار بروابط الجمل هذا يعرض لي سبب بينما هذا عرض نتيجة هو يكون مريض لذلك يذهب إلى الطبيب بينما هون هو يذهب للطبيب لأنه مريض عرض السبب بينما هون عرض النتيجة ديس هالب هون حطيناها ممكن تكون نقطة وحطينا هون حرف كبير المعتاد الروابط بتكون بحرف صغير لكن بهاي الحالة هون قواعديا تكتب حرف كبير بعد النقطة سبب وعاقبة لأنه نحفظه هو هذا رابط وفعل وفاعل إذن دخول الروابط دفع الفاعل للموقع رقم ثلاثة واحد اتنين ثلاثة ومن هذا النوع في عدد من الروابط بيقوموا بنفس الدور مثال دان داناغ تروتس ديم أوسر ديم طبعا هون دان وهنيك دين ما حطينا هونه لأنه ما بيوسع هون الجدول الصغير إش ليرني دوتش إش فيل إن دوتش لندش تديرن إش فيل إن دوتش لندش تديرن قلنا منجيب هاي لهون دس هال بليرني إش دوتش لذلك أدرسو الألمانية إش هابنو أمضوخن ان ديت سايت دس هال بغاوخ إش آين انتنسيف كورس أنا لدي وقت فقط بعطلة نهاية الأسبوع لذلك أحتاج لكورس مكثف إش ميشت آين أوستاوش زيمستا إن شبانيان مخن دس هال ليرني إش شبانيش أنا أودو عمل كورس فصل تبادل دراسي في إسبانيا لذلك أدرسو الإسبانية أنا أدرسو الإسبانية أدرسو الإسبانية يعني الترجم العربية أريح شوي اللي بنا نحفظه هو هالمركب هدول الثلاثة الرابط الفعل في الموقع الثنين الفاعل في الموقع الثلاثة فكرة هون جديدة لو أجينا شلنا ديس هال وحطينا أي وحدة من هدول الأربعة نفس المعنى وما تغير شيء بالجملة لهذا أو لهذا السبب مقارنة سريعة بين دول الثلاثة الجمل اللي بيربطها وموقع الفعل وموضوعها هون في سبب هون في نتيجة هون وهون جمل رئيسية بينما هون رئيسية وجانبية الفعل في الموقع الثنين في الموقع الثنين وهذا الفعل في الموقع النهائي بجملة دين وديس هال لا يمكن التبديل بين الجملتين أصلا ديس هال بعم أحط العاقبة ما يعود حط العاقبة قبل ما يحدث شيء ودين لا يمكن التبديل بفعل يمكن التبديل بين الجملتين يفصل بين الجملتين بديان وفعل acha فاصلة بدس هالب نقطة او فاصلة دس هالب ممكن تكون في الموقع الاول او الثالث زميلات وزملاء لهون بانتهي هذا الفيديو اذا في اي ملاحظات او تعليقات ياريت تكون باسفل الفيديو واذا اعجبكم هذا الفيديو ياريت تعملوا شيروا لايك واشتراك بالقناة ولا تنسوا تساعدونا بنشر هذه القناة وشكرا لكم جميعا